تتواصل فعاليات سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2023 على مدمار حلبة البحرين الدولية معلنة من مملكة البحرين انطلاق الجولة الافتتاحية لهذا الموسم وقد شهدت أجواء حلبة البحرين الدولية جدولا حافلا بالفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية في قرية الفورمولا 1 شهدت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط حضورا كبيرا وحاشدا من الجماهير من كافة أنحاء العالم وذلك في اليوم الافتتاحي لسباق الفورمولا 1 خلال جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج وتنطلق من مملكة البحرين الجولة الافتتاحية لهذا الموسم من السباقات بينما تقضي الجماهير فرصة حافلة في الجدول الزاخر للسباقات المساندة والفعاليات الترفيهية العائلية المصاحبة للسباق في قرية الفورمولا 1 كما يتضمن السباق حفلة قنائية يحييها نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والقناة في العالم إلى جانب أجمل العروض المسلية والمنوعة القادمة من مختلف دول العالم ومنها عروض راقصات البالي طوال القامة عروض الفراشات والفلامينغو العملاقة التي أضافت الرونق الجميل لجميع الأفراد والعائلات وقد تمكن عشاق سباق الفورمولا 1 من الالتقاء مع أبرز النجوم الحاليين والسابقين وفرقهم المفضلة ضمن البطولة ومشاهدة تجهيزاتهم لانطلاق السباق الكبير ويعد سباق الفورمولا 1 فرصة لعبور الحدود والثقافات للجمع بين البلدان والمجتمعات لمشاركة الشقف والحماس والإثارة والتعريف بالمنجزات المذهلة التي تتمتع بها مملكة البحرين وما تزخر به من إرث وتاريخ عريق طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر